الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطوالين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يمطيهم مجورهم وكان الله غفورا رعيما يسألك أهل الكتاب أن تنسل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل مما دمى جاءتهم البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له ادخل الباب سجدا وقلنا له لا تعدوا في السبد وأخذنا منهم ميثاقا وليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حقهم وقولهم قلوب لا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مرهم بغتانا عظيما وقولهم بنا قتلنا المسيح عيسى بن رغيب رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يقول عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتنهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم اللبى وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا نليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موحه والنبتين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا دابود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله قبر اشتركوا في القناة